بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن يونة 17 بكتاب النحو للمرحلة الثانية اليوم نحكي عن موضوع الهاف والهاف قوت وراح نشوف شن الفرق ما بين الهاف والفرق ما بين الهاف قوت طيب أول شغلة أريدك تكتب ليهاه يمك ملاحظة بأن المعنى نفس المعنى ما أكو فرق بينهم كمعنى ما أكو فرق بالمعنى بس أنا رح نطيكم قواعد طبعا هاي البداية بس أمثلة رح نطيكم قواعد هاي القواعد هي ترهيمية يعني هو المفروض ما يشير أنتكم إياها ولكن فتشي ساعدك يعني وراح أفهملك إياها بشكل عام وإن شاء الله تستوعبها وأيضا رح نطيك كلام ترهيمي كلام ترهيمي معناها أنت قاعدة يعني أنا أسويها هي ما موجودة أصلا هذا من أقول لك كلام ترهيمي هذا المقصود الكلامي من أقول لك مفردة ترهيمي فبالنسبة لي من أقول الهاف قوت الهاف قوت معناها شي شخصي الهاف قوت معناها شي شخصي أما الهاف فمعناها شي عام شي عام يعني مو خاص عام فهذا يعني بشكل عام يعني الهاف قوت والهاف هو ماك فرق بالمعنى ولكن قصد كاستخدام يعني نقطة بي أول ملاحظة هنا ده يقول يقول ولو خلينا عف نقطة بي آخر شي عفونا نقطة بي خلينا نروح على نقطة سي بنقطة سي شي يقول يقول الكلمات اللي تشوفونها قدامكم هذي تاخذ بس الهاف يعني هذا براكفاست يتناول الفطور هاف دانر ذن نيكول ياخذن الهاف إذن أول ملاحظة أخذناها بهذا اليونت بيونت سبع طعش بأنه بنقطة سي هذولا الكلمات تاخذ إياهم الهاف دائما هذي أول ملاحظة هاي بنقطة سي إذن شوكت أختار هاف وشوكت أختار هاف قوت أول ملاحظة اكتب لياها يمك بأنه الكلمات اللي شوفهم أمام حضرتك ذن دائما ياخذن الهاف وبالامتحان ممكن يجيب لك جملة يقول لك وقال لك جاب لك عشر جمل ومن ضمن هون هاي الجملة قال لك صحيح الخطأ فأنت تقول لك تحذف القوت وتقول لها I have a breakfast خلص ليش لأنه الهاف ما تاخذ got حالة الbreakfast وذن الكلمات هذي أول ملاحظة ثبتناها يمنا خلينا نرجع على هاي النقطة بي النقطة بي كلش سهلة وبسيطة يقول لبنقطة بي بالنسبة لحالة السؤال وحالة النفي الخيارين صحيحين مو مشكلة إذا أجدتك جملة طبعا عدا ذني إذا عدا ذني ذني مارن علاقة هذني قافلات الهاف تاخذوا يوهن ذني براك فاستي يعني ذني منتهين منعدهن بس عدا ذني غير ذني الموجودات إذا إذا أجدتك صيغة سؤال أو إذا أجدتك صيغة نفي أثنين هم صحيحات الملاحظة رقم ثنين يعني إذا اختارت الهاف أو اختارت الهاف قد فهي صحيح هاي الملاحظة رقم ثنين اكتب ليها يا أمك طبعا إحنا من خلال ذني النقطتين رح أعلمك شون تحل وهس رح أفهمكم الآلية شوفوا طلابنا العزاء من تجيك جملة وقال لك اختار للهاف قد له الهاف هاف قد له الهاف أول شغلة تباوع على الجملة إذا موجودة منعدهن ذني الكلمات فرح تقول له هاف رحم الله وديك خلصنا من عندك نجي النوب إذا لقينا بالجملة حالة السؤال اثنين هم صحيحات هاف قد و هاف إذا لقيت حالة نفي أيضا اثنين هم صحيحات حالة النفي هاف أو هاف قد مو مشكلة فمثلا هاف يو got any question أقدر أقول I haven't got any question إذا حالة السؤال وحالة النفي الاحتمالين ممكن مو مشكلة هاف أو هاف قد هذا كل ما يوجد بالنسبة ليونت 17 موضوع بسيط وسهل وصدقوني لا تخافون أبد من عنده وهنا آخر شي من طينة do والdoes والdid وهذا أعتقد كنا نعرفها يعني إذا كانت الجملة ماضية رح نستخدم did إذا نستخدم مكانة مضارع نستخدم do والجمع والdoes والمفرد يعني إذا جتك جملة وقالك سوي هنا في السؤال فأعتقد الكل يعرف يعني هذا الموضوع بسيط مو سهل مو صعب أبدا وأي سؤال أو استفسار تقدر ضيفه بالتعليقات أجاوبك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر